السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحالة التطبيقية دي حنراها ونشوف ايه الوضع فيها قالت اقتصدت في الاكل فاصابني الامساك وعنيت مع البواسير فملأت بطني فعنيت من السمنة ما الاخطاء التي ارتكبتها والحقائق التي اساءت فهمها وما الحال طبعا الاقتصاد في الاكل ده مطلوب الحق سبحانه وتعالى يقول في سورة العراف في الاية 31 يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ورسول صلى الله عليه وسلم حطلنا قواعد اساسية في ما ملأ ادمي وعاء شرا من بط بحسب ابن ادم اكلات يقمنا بها صلبه طيب خلينا في الحتة دي وهي دي اللي فهل اقتصاد ان الانسان ياخد احتياجاته النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيمات يقمنا بها صلبه وهي في اقامة الصلب انه ما يعنيش من اي شيء يعني ياخد كل احتياجاته كاملة اللي تعزز كل اللي يحتاجه سواء كان من المغازيات الكبرى الكاربوهايدريت والبروتينات والدهون او من المغازيات الصغرى الفيتامينات والاملاح المعدنية وكذلك الالياف ولا ننسى الماء اقتصدت في الاكل يعني قالت انها اخذت لقيمات هل هذه اللقيمات التي اخذتها كانت تقيم الصلب ابدا ليه لان هناك علة نشأت عن هذا الاقتصاد اللي قامت به او عن الوجبة اللي هي حددتها النفسها اقتصدت في الاكل تمام ده شيء محمود ولكن هذا الاقتصاد لازم نرعي فيه التنوع ولازم نعزز فيه كل الاحتياجات فطالما حصل علة اللي هي اصابتها بالامساك فهناك خلل في هذا التكوين رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لقيمات يقيمنا بها صلبه او اكلات يقيمنا بها صلبه وزي ما قلنا اقامة الصلب معناها ان الانسان يكون بصحة جيدة فكون ان في علة خلاص عندنا مشكلة هنا فملأت بطني طبعا اللقيمات اللي هي اخدتها واللي عانت من الامساك حاجتين الكمية الخضروات قليلة جدا اللي هي الالياف اللي بتزود كتلة الفضلات وبالتالي بتساهم في طردها تمام وايضا ممكن تكون ما اخدتش كمية ماء او سوائل كافية فملأت بطني يعني حابة تحل المشكلة فلقيت ان هي لما بتاكل كميات كبيرة ده بيفك الدنيا معها شوية وبترتاح وبتساعد في عملية الاخراج ده منطقي لان احنا قلنا عندنا الامعاء بالامطار وطبيعي محتاجة ان انا حط فيها كميات يعني تكفي انها تطرد الفضلات وإلا فالانسان لما بيأكل كميات صغيرة جدا ونسبة الالياف بتكون قليلة فبيعاني من الامساك ده طبيعي فهي لما اكلت ما اخدتش بالها فعانت من السمنة ما اخدتش بالها من ايه بقى ان الاكل اللي هي بتاكله او النوعية دي سعرات فيها عالية وبالتالي هي السعرات اللي اخدتها اكتر من احتياجها فاصابتها السمنة نقدر بقى نزبط الحيتتين دول مع بعض ازاي يعني نقدر نديها اه طعام هو عبارة عن لقيمات تقيم الصلب اللقيمات اللي تقيم الصلب انها هتعالج لها مشكلة الامساك وفي نفس الوقت السعرات الحرارية اللي بتاخدها ما تكونش عالية او واحد هتاخد كميات كافية من الالياف اللي هي الخضروات قلنا ايه طعام الانسان حبا وعنبا وقاطبا الحب حناخد منه قدر الحاجة وناخد قدر من البروتين المعتاد اللي جسمها محتاجه لكن هنقدر نزيد في عملية في في الاكل اه القض وده السعرات فيه تكاد تكون مش موجودة ويمكن بستهلك سعرات في عملية المضغو الهضمه اكتر من السعرات اللي موجودة فيه وفي نفس الوقت يعني اه نسب الالياف دي مهمة جدا عشان في لورة الطبيعية اللي موجودة في نفس الوقت بتساهم في زيادة كتلة الفضلات وطردها خارج الجسم. يبقى كده هي عملت لقيمات تقيم الصلب. اخدت الاكل بتاع السعرات اللي هو فيه سعرات او غني بالسعرات على قدر احتياجها. وفي نفس الوقت آآ ساعدت نفسها انها تاخد كميات كبيرة من الالياف اللي تساهم في طرد الفضلات وتلينها. آآ تحافظ على آآ الفلورة الطبيعية اللي موجودة في الامعاء. تالي العملية كده واضحة. زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اختصر علم كامل في لقيمات او اكلات تقيم الصلب. هذه اللقيمات يجب ان تكون متنوعة وان تكون كافية بحيث ان تعزز كل احتياجات الانسان.